وفي ملف الخدمات ناقش النائب الفني لمحافظ صلاح الدين عمار حكمة البلداوي خطة تنمية الأقاليم للعام الجاري الخاصة بأقضية الشرقات وبيجي وتكريت والعلم والنواحي التابعة لها وآليات توزيع الحصص والمشاريع خلال العام الحالي البلداوي أكد على تدليل التعارضات ووضع الحلول لتجاوز المعوقات التي تتقاطع مع الدوائر الخدمية لتطوير شبكات الكهرباء والخطوط النقلة وشبكات الماء والمجاري بالإضافة لإعداد الكشوفات التي تخص المشاريع الجديدة وأبلغ القائم قاميين ومديري النواحي والبلديات بتوجه الحكومة المحلية لرفع مستوى الأداء في المرحلة المقبلة لتحسن يلتمسه المواطن في الجانب الخدمي وبمختلف الإختصاصات